كشفت وثائق مسربة عن المطالب التي قدمها رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية مورتن كلاين للنظام القطرية كي يحظى بدعم اللوب الصهيوني في واشنطن وذلك خلال زيارة كلاين للدوحة مطلع يناير الماضي ولقائه أمير قطر الذي أكد له تغيير موقف قطر منها حسب تعبير الزعيم الصهيوني في مقابلة حديثة له ونشرت وسائل علامة أمريكية تقارير عدى مؤخرا بشان توجيه النظام القطري لتقديم كل ما يمكن لللوبيات اليهودية والجماعات الصهيونية في الولايات المتحدة مقابلة أحسين صورة قطر المرسومة بدعم وتمويل الأرهاب ماذا تبقى من تحركات النظام القطري للخروج من الأزمة؟ في حين أن الحل يبعد عن الدوحة حوالي 500 كيلومتر جولات مكوكية أجرها النظام القطري وهو يعلم أن الحل في الرياض والرياض فقط لكن دون أي جدوى تذكر ورمى عرض الحائط وساطة أمير الكويت التي يكن لها كل الاحترام والتقدير من قبل الدول الداعية لمنكفحة الإرهاب وهذا ما تبين خلال الأشهر الماضية استمر نظام الدوحة في تقويض دور مجلس التعاون ونكث بالمبادئ الأساسية للمجلس وأصر على المضي قدما بسياسته العبثية حتى جاءت الصدمة بل هي صفعة إن صح التعبير خرجت وثائق اتفاق الرياض الخطي لعام 2013 والذي وقع عليه الأمير شخصيا وهذا ما بينا لرأي العام حقيقة النظام وأن مطالب الدول الأربع الثلاثة عشر لم تكن وليدة الأزمة الرهنة استمر نظام القطري في التعنت وابتعد كثيرا عن الحل وعن حاضنته الطبيعية ورأى في الجمهورية الإيرانية قربا أكثر عمقا وهذا ما أثار حفيظة الشعوب الخليجية والعربية وبما فيهم الشعب القطري الأصيل وفي فضيحة جديدة لنظام الدوحة باع النظام قضية العرب الأولى وهي فلسطين المحتلة من خلال التودد للمنظمة الصيونية الأمريكية فقد كشفت وثائق مسربة عن مطالب قدمها رئيس المنظمة الصيونية مورتون كلاين لنظام القطري كي يحظى بدعم اللوب الصيوني في واشنطن وكانت الصدمة في المطالب الصيونية ومنها ما يتفق مع مطالب الدول الأربع واتفاق الرياض 2013 ومن بينها أن توقف قطر تمويل جماعة الإخوان ومرشدها يوسف القرضاوي لا يستبعد المحللون والخبراء قبول نظام الدوحة بالمطالب الصيونية نظرا للعلاقة الخفية التي تربطها بإسرائيل وهو ما أكدت العديد من المصادر التي نقلت عن رئيس المنظمة الصيونية قوله إنه تلقى تأكيدات من أمير قطر بقبول مطالب المنظمة وفي هذا يتساءل المتابعون والمحللون لماذا تقترب قطر من المنظمة الصيونية وتبتعد كثيرا عن أشقائها وتعتبر مطالبهم تمس السيادة في هذا الكشف الجديد وتلك الوثائق جملة من علامات الاستفهام حول مصداقية نظام الدوحة والتزامه بتعهداته الإقليمية والدولية وفيها أيضا ملمح لطبيعة التحالفات التي فضلتها الدوحة على عمقها الخليجي والعربي